كما أشرف الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أشرف اليوم على مستوى المستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط على تدشيني مركز علم الفيروسات والأمراض التعفونية والاستوائية ويروم هذا المركز تشخيص ومعالجة الأمراض التعفونية الفيروسية والبكتيرية والطفيلية والفطرية والتكفل بالأمراض المعدية بدرجة عالية التي تتطلب العزل لا سيما الأمراض الاستوائية وأمراض السفر كما يتيح المركز التكوين المستمر والبحث في علم الأمراض التعفونية وتطوير تقنيات مبتكرة في تشخيص الفيروسات الناشئة وسيعمل على تأمين أنشطة الصحة العمومية واليقظة الطبية داخل مصلحة الصحة التابعة للقوات المسلحة الملكية